السلام عليكم أصغراء المتابعين بهذا الفيديو نشره وتعالى رح نحكي أو نقيم مشاركة المنتخب السوري بتصفيات كأس آسيا لنقشين مع الأسف الشديد حققنا المطلوب ولا منحقق الأهم الأهم هو أنك تتأهل للنهائيات بغض النظر عن الآداء ولكن نحن بهذه البطولة أو بهذه التصفيات ما عملنا شيء على الأسف الشديد فقط فزنا بمباراة وحدة وتعادلنا تنتين وخسرنا مباراة وحدة فجمعنا خمس نقاط شوي تاني نحن نعطيكم تقييمي كأنا كمتابع وبتمنى أصدقاء المتابعين كان على فيسبوك أو على يوتيوب تعطوني تقييمكم لمنتخب الناشئين للعبين الكادر الإداري والفني تندردش مع بعضنا بالتعليقات وبتمنى تدعموني هذا الفيديو بلايك وتشتركوا بالقناة وفعلونا الزر الجلس أهم شيء فعلونا الزر الجلس على اليوتيوب وأيضا أصدقاءنا على فيسبوك بتمنى تحط متابعة لصفحة وتعمل مشاركة لهالحلقة على قلوبات الفيسبوك وأعطين تفاصيل لك يا عمي أبياني فإذا ختام مشاركة المنتخب السوري بتصيات كأساسية ومع الأسف الشديد ما تأهلنا للنهائيات ما بعرفت السنة السابعة والثانية على التوالي خسارة كتير كبيرة مع الأسف الشديد وفي عنا اسماء في عنا مواهب في عنا لاعبين ولكن قد يكون فكر المدرب موصل اللاعبين هذا اللاعب اللي عمره 17 سنة شو بده ما حدا بيعرف عده بده مدرب وطني بده فترة تحضير الطول من هيك ومع العلم أنه كان في فترة تحضير كويسة للمنتخب الناشئين تحت قيادة الكابتن مصطفى رجب وشفنا ببطولة غرب آسيا الماضية مو هاي الواحد اللي قبلها منتخب في عنده اسماء في عنده مواهب قدمنا شفنا بعض المباريات مستوى جميل مع الأسف في تصفيات الآسيوية للناشئين ما شفنا هذا الروح ما شفنا هاي المعنويات المرتفعة طب ليش نحن دايما هيك شفنا اليوم أمام الفلبين والله لعبنا مباراة حلو بعض بعض دقائق بشوت الأول يعني منتخب بدون هاوية منتخب كان ضوئية عم يعمل فلس خجولة عم يوصل لمنطقة 16 أو منطقة العمليات ويتلبك ولكن دخلنا على شوت الثاني الفريقين تحركوا خاصة على منتخب السوري في أول خمس دقائق لعب مباراة يعني مقبولة أفضل من كل شوت الأول يعني قدم خمس دقائق أفضل من خمس سوء أربعين دقيقة بشوت الأول حسنا منتخبنا يسجل هدفين ولكن بداخلتين رجع لمتخب الفلبيني سجل هدفين على منتخبنا أخطاء الواضحة كانت من الدفاعات السورية ولكن بمجرية أشهر الثاني اتدرك الأمور اللاعبين وسجلوا أهداف الستة يعني مثلنا شفنا انتهت النبرة ستة اثنين أنا ما بدي أحكي كثير عن النبرة لأنه بطرح ما عدي شي بهم خلاص المطلوب أنك تفوز على فلبين ولكن المهم ما تأهد لك أساسيا يمكن مثل ما حكيت للسنة السابعة والثامنة والثاسعة ما تأهد لنا شيء يعني الله يسترى من منتخبنا العنبي كمان ما يتأهد بالفترة القادمة أتخيل لعبنا أربعة مباراة مع التصفيات الأول مباراة مع الأردن تعادلنا بدون أهداف المباراة الثانية مع المنتخب تروك منستان تعادلنا واحد وواحد المباراة الثالثة اخسرنا مع منتخب اليابون ثلاثة وصفر والمباراة الرابعة المباراة الأخيرة أمام الفلبين ربحناها ستة اثنين المحصري سجلنا سبع أهداف وتلقت شباكنا ستة أهداف عنا ناقص واحد أو زائد واحد محصرة مشاركة المنتخب السوري بتصفيات كأساسية أنا كمتابع أنا فيني أعطي تقييم للمنتخب السوري خمسة من عشر لأن تعادلنا بنتينتين خسرنا وحدة أمام المنتخب قوي المنتخب الياباني وفزنا على الفلبين ما جمعنا وعن ما قد تكون متكافئة متوازنة ما بين بعضها المنتخب الأردني المنتخب الياباني السوري تركومانستان الفلبين أنا كمتابع أنا فيني أعطي مثل ما حكيت خمسة من عشرة فأتمنى أصديقاء المنتبعين أنتو كمان تكتبوا لي تقييماتكم تحت بالتعليقات شاءت تحتول المنتخب خمسة من عشرة سبعة من عشرة كل واحد حر برأيه فأيزا شو مصير هدول اللاعبين مثل ما حكينا أعماره 17 سنة انتهت البطولات بهذا العمر عنا بالسنتين أو الثلاث سنوات القادمة هذول اللاعبين رح يتدفعوا للشباب فأعطيني عمر لهذاك الوقت السلام عليكم أصدقائنا المتابعين